اشتركوا في القناة شوية مختلف انك بتقدم نوع مزيكة مختلف بتغني انجلش بتغني عربي بتعمل ما بين الانجلش والعربي ابتدت ازاي اللي خليك تختار النوع ده من الميوزيك انا يعني من زمان نفسي عمل حاجة مختلفة وبشوف ان احنا في مصر معندناش كان حد مغني موسيقى الالكترونية فقلت ليه ما بقاش انا اول واحد اعمل الموضوع ده احنا دايما بنجيب ناس من بره يغنوا هنا ينزلوا حفلات شباب وكده فقلت ليه ما بقاش انا اول واحد يعمل حاجة وعملها مظبوط كما توقاش ليه مثلا منحوطة او كده فبس قلت اول اغنية ليه كانت اسمها هنجين دا او مستنين زمان كانت فيها لها نزختاني انا ونزلت السفل اللي فات والحمد لله انا عجبت الناس ووصلت بره وتلعبت بره يعني من اول ستاب خدتني بعيد شوية والحمد لله ودوقتي بدأت اعمل حاجات عربي برضو قلت امشي مع ناحيتين وبس انا بغني من زمان يعني كنت انت بتديت في ايكو انا فاكرة كنت في باند او كنت في فريق اسمه ايكو مظبوط عملت حاجة مع محمد حمائي كان كنا نزلين في شيط مظبوط مع محمد حمائي وكنا معاكي برضا قبل كده صحيح كنا قبل كده زمان او يبقى كنا نفسنا معانا الفين وتمانية مظبوط حاجة كده وبس انا عدنا يعني ثلاثة اربع سين باسمع كفارية وبعد كده كل واحد بقى اللي سافر واللهاجر هو دايما الباند ما بيستمروش يعني دايما بتبقى بداية وبعدين كل واحد بيغني او كل واحد بيعمل حاجة مختلفة عايز سألك هالحاجة عمر الالكترونيك ميوزيك او الهاوس ميوزيك او شكل الميوزيك الغاربي يمكن بقالنا فترة بنسمع مطربين من المطربين الكبار اللي عندنا زي مثلا عمر ادياب محمد حماقي تامر حسني اوقات بيدخلوا بيتس مختلفة في الاغاني بتاعتهم عمر المليجي بيقدم ايه مختلف هل انك بس بتغني بالانجلش ولا انك كمان شكل المزيكة نفسها مختلف شكل المزيكة هل مختلف يعني هم احنا مؤخرا بدأ الفنانين هنعملوا مزيكة هاوس وده كويس وكده بس ما هيش الكترونيك يعني بتتسمع احلو بس ما هيش مثلا لو اشتغلت مثلا في كلاب او حاجة الناس هتندمج معها قوي انا بتاع انا مزكتي هاوس باحتة قوي هاوس باحتة اللي هو زي البرة وانا بحاول يعني اتارجت برا بالمزيكة دي اكتر ما هنا يعني ان انا واحد مصري قاعد في بيتنا وصوتي يوصل لهناك وبقيت لعب نايت كلاب هناك ده في حد ذاته مجاز بالنسبة لي يعني محدش عمل حاجات كده بلي كده وحتى في العربي على فكرة بغني حاجات برضو استايل غريب يعني حتى الاغنية اللي لسه نازلة ما بقيتش زي الاول ما هيش برضو الحاجات التقليدية يعني انا برضو مش نازل اغني للناس اللي بتسمع الحاجات العادية لا انا ليا ناس معينة فهم اتوا عربية وانجليزية في ناس معينة انت عايز توصل لهم او في جمهور معين انت عايز توصل لهم مزبوط الكليب الجديد بتاعك هو ما بقيتش زي الاول مزبوط كلمني عنه شوية كده قبل ما نشوفه الاغنية كلماتي انا وشادي محسن والحان اللي كنت تكتب كمان اه بكتب انا دايما بحب الالبوم بتاعي حتى كله هتلاقي يعني لو في حتى معي شو عرق بتاعي لان بخش انا في الموضوع احط في انا برضو السنس بتاعي كلمات شادي محسن وأنا والحان شادي محسن وتوزيع الشريف الوسيمي اللي هو البروديوسر بتاعي واخراج برضو الشريف الوسيمي اول اخراج لي والاغنية يعني حسيتها قوي يعني مجرد يعني حاجة مريد مثلا بها فكتبتها وكده والفيديو الحمد لله برضو بيجي لي عادي دقتي كومنتات كويسة وغريب وانا بحب دايما عليها ستايل يعني مهما اشرح لك مش هتارفك لما تشوفي تشوني بسان بغني في حتة او تشوفيني الكليب او كده فبس فا انت اللي بتختار الموضوع بتاع الكليب انت اللي بتفكر فيه ولا بتسيب الموضوع كله للمخرج مثلا انا بفكر فيه مش ممكن ساعت انا اللي هخرجو كبيرا لا وبعدين انا اللي بختار الناس وانا بتابعيني عارفها بحب انا كل حاجة طلع انا تبقى متدخل فيها قوي يعني بحب كل حاجة يعني كل حاجة بتطلع عمر المليجي يعني من اي تو زي يعني بغدا اكيد المخرجين بيحطوا يعني برضو الايدياس بتاعتهم وكل حاجة بس كده طيب خلينا نشوف مع بعض ما بقيتش زي الاول ونخلي الناس تشوف كمان عمر المليجي وايه الستايل اللي احنا بنتكلم عنه بقالنا شوية خلينا نشوف مع بعض كليب ما بقيتش زي الاول لعمر المليجي ونرجع لكم مرة تانية ونرجع لك مرة تانية المصرش كشوية لاينا احبو u الكيسي الحاجة مقجزا فاكر انك بنظرة واحدة انا هارجع لك بكلمة أنا هسمع لك أنا بس كنت عايزة عرف جاية تقول إيه بالنسبالي أنت بقت مجرد ماضي وراضي أو مش راضي دي حاجة بتاعتك أنت هتفرق معي فيه روح امتاح أي وحبك كان قوية ولاح روح امتاح مش انت اللي هتجع عليك روح امتاح أي وحبك كان قوية روح امتاح مش انت اللي هتجع عليك مش انت اللي هتجع عليك مش انت اللي هتجع عليك فاكر إنك بلمسة وحدة هتلاقيني بهمسة هتناديني وارجع تاني وارجع تاني واضعف وحن وفكر فيك مدى بعدك موضوعنا بقى بايخ وطول ما بقتش زي الأول من اللي انت عملتو فيا خلاص لا يمكن ارجع عليك روح امتاح أي وحبك كان قوية ولاح روح امتاح مش انت اللي هتجع عليك روح امتاح أي وحبك كان قوية روح امتاح مش انت اللي هتجع عليك مش انت اللي هتجع عليك اشتركوا في القناة 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 تانية والرابعة مع الفيديو ان شاء الله. والرابعة مع الفيديو. مع الالبوم. انت كاتب برضو اكيد اغاني كتير في الالبوم. كله. كله. لا يعني في ناس ممكن تدخل معي في الموضوع. يعني مثلا لو حد اغنية دي كان قلتلك كان فيه شيء دي محسن الكاتب ده معي. بخش انا معهم يا اما انا لوحدي. يعني اغنية قلت كلها انا تلحين حتى وكلام. فبحب انا لازم. لازم يبقى موجود في كل حاجة. مشاهدة كده والناس تكتب لي بتلعاني اه شغل. بتحب تبقى مشترك في كل ح عندك افكار معينة بتحب تكتبها. يعني هل في فكرة معينة. لما ينزل الالبوم. دي فكرتك انت. خاصة بك انت. كله فكرتي. كله. 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 حاجات. يعني بحاول. يعني. حاجات. 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 حاجات ممكن. مش كل ناس بتنزل. تغنيها. يعني. انا برضو. مش نازل. اطرب. الناس. قوي. عندما بوصل. مثلا. حالة. او. ميسج. او. حاجة انا حساسها. بتحب استعيل. مين. من المطلبين. تسمع. مين. دلوقتي. يعني. من. من. من المطلبين المصريين. مين بيعجبك يعني. وانت بتقدم شكل ميزيك مختلفة. فأكيد فيه استعيل المعين. بتحب. بحب تسمع له. بيعجبني. هتلاقي ناس. يعني. يعني. كاتجريز مختلفة. زي. مثلا. ممكن. حسام حبيب. اوكي. اه. محمود عسيلي. اه. شيرين طبعا. طبعا. ده. يعني. كده. تلاقي حاجات. كلهم شباب. وكلهم شباب متمايز. بيقدم شكل مختلف. كل واحد. ليه. سكتوا. هتلاقي. الترابي. الشعبي. المصري. اه. محمود عس اللي بيقدم حاجات مختلفة تماما. حسام حبيب كمان. أخيرا. عملت كمان. دبلج. فيلم. لديزني. مازبوط. مازبوط. مزبوط. كلمني شوي عن تجربة دي. صوتك بتستخدمه. زي. بتحركه. ازاي. انت بتعمل موضوع ده من زمان. وانا. بس. دلوقتي. انا. 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 من. سنتين كانت عرض علي. أبقى في. بس. انا. كانت. بس. كانت. ما بيني. وا بيني. الولد. اللي بيعمل صوت ميكي ماوس. بقاله 4. 5 خمس ست سنين فطبعا هو أخذها بعدين رشحوني الثاني فيلمة بتاع ديزني بردو اسمه تانجلد كنت وقتها في الجيش فلما جالي ده قالوا لي فيه دور صغير هو الفيلم ما فيهوش بطل ولد تركيز كله على البطلة بس دور صغير تحب تعمله وانا من أشد المعجبين لديزني يعني فمن غير ما أيوة هامله روحت فاللي حلوه في ديزني ان الموضوع بيتعامل بروفيشنل قوي ان مش مجرد بتروحي تحطي صوتك دوبلاج وخلاص لا ده بيتباعت بره لديزني بره ويعمله وعليه أبروف ان لازم الصوت يبقى قريب للكاركتر بتاعهم بتاعه بره يعني مش مجرد تعمل كاركتر ايه يونج ما كنتوش ما كنتوش الابن واحد من اللي هما عايزين يتجوزوا مائدة اللي هي البطلة فأنا بحب باعتبارها خطوة برضو تتحسيب لي اني بحب انا الحاجات دي اصلا وحاليا مفروض كمان اختروني في شركة كمبيوتر كده ان انا بقى الوجهة بتاعتهم وبدأنا نعمل زي تور بدأت في مارينا وكده ننجي على القيارة سيتي ستورز مودو ب بريبيا والحاجات دي وبس اغوف عن ناحية تانية اشغال في الالبوم بتاعك كلمني شوية عن اللايف ايه اخبار اللايف الحفلات الميوزيك دي برضو يعني معظمها تبقى الميوزيك تاعت حفلات اكتر اخبارك ايه في اللايف اكتبي اسمي على اليوتيوب بطلع لك كل حاجة الحمد لله الحمد لله عشان مزقتي هاي زي ما انتو بتقولي كده هوت انا من قبل حتى ما الفيديوهات بتنزل عايزيني هنا وهينا 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 فأنا بحب اصلا اي اي افنية اكتر ح حاجة يحبها اللا هو يعني يغني ويبرفورم وكده فبس الحمد لله ماشي كويس ماشي كويس طيب جميل جدا بقى اتكلمنا عن اللايف وبقى اتكلمنا في قناة نايل لايف كمان لايف كتير اوي عندنا خلينا نسمع حاجة لايف اخيرة نختم بيها لقاءنا معك طيب اه اغنى لكم مستني من زمان اللي هي كتل قناة الاوانية حياتي ليل سماء يا غيوم جوا يا ويل ما بشوفش النوم علشان زعلان وحسس بالوحدة علشان فت زمان ومش ناسي القصة وانا عايزك تكون لياها ولازم تعرف انا مستني من زمان مستني من زمان مستني من زمان ارجع ارجع شكرا يا عمري ماشكرك ونهرك سعيد باتمنان لك على التوفيق وان شاء الله نتقابل مرات تليل شكرا مرسي خلي نروح لفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا فنهرك سعيد تمامنا شكرا